اشتركوا في القناة فهل أقامه الآباء المؤسسين حتى نحتفل فيه كذكرة أو كعيد كل عام؟ أو حتى يردده في أهازيجهم الأطفال طوال الـ 41 عام الماضيا؟ طبعا لا لأن الهدف الأول من أهداف مجلس التعاون كما نصت عليها دباجة المجلس تشير بكل وضوح إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدته فالوحدة في أصل أو هي أصل أو الهدف الأول من قيام مجلس التعاون والوحدة لم تكن جملة في معزل عن الواقع فقد كتب فيها الكثير من المفكرين وخطب فيها الكثير وصرح فيها الكثير من النخب الفكرية مطالبين بتحقيق الوحدة الخليجية بل أنها تحولت من مطلب شعبي إلى أعلى هرم القيادة السياسية في دول مجلس التعاون فمن ينسى الوحدة اللي طالب فيها المقصور لها الملك عبد الله في 20 ديسمبر قمة 2011 ومن ينسى الجيش الخليجي الموحد اللي اقترحه السلطان قابوس رحمه الله طبعا ككل الأفكار الكبرى في التاريخ تحتاج فكرة الوحدة الخليجية إلى محرك تحتاج إلى رجل وليس إلى تدارس في قمم ترحيل البنود ترحل البنود من قمة إلى أخرى ومن ضمنها الوحدة الخليجية تحتاج إلى رجل يدفع بها إلى الأمام فمن هو ومتى سيظهر الموحد إن كان لنا أن نقول الموحد الغائب أو الموحد المنتظر وما هي صفات هذا الرجل وما نوع الوحدة المطلوبة ومن هم المناوئين للوحدة في داخل الخليج والمناوئين لها في خارجها هل سيأتي الموحد الخليجي المنتظر من ديمقراطية الكويت أم نهضة الرياض الحازمة أم سيأتي من تنمية أبوظبي الرائعة أو براغماتية عمان ووقعيتها أم أن الموحد سيأتي من عروبية البحرين أم طموح ونشاط قطر غير المحدود الموحد الخليجي سيأتي من أرث وحدوي من بلده نفسها بمعنى لن يأتي من فراغ إذا لم يأتي من بيئة وحدوية فلن يكون موحدا وهنا نسترجع أن الوحدة ليست نبتا غريب في أرض الخليج والجزيرة العربية بل أن أنجح التجارب الوحدوية تمت بين أبنائه فأول وحدة عربية ناجحة سعودية وأول وحدة فدرالية إماراتية وفكرة مجلس التعاون الوحدوية ظهرت من الكويت باقتراح المرحوم له الشيخ جابر الأحمد ووحدة قبائل قطر لشكلة كيان سياسي هي كانت وحدة بين تلك القبائل وخامس سلاطين آل سعيد بن سلطان قام بتوحيد ممتلكات السلطنة كما وحد أحمد الفاتح القبائل البحرينية في وجه الفرص حين فتحها البيئة والأرث الوحدوي متوفر ليظهر الموحد المنتظر فماذا ينتظر؟ 41 عام مضت ولازال الهدف الأول هو وحدتها لكن لم يتحقق ربما لغياب المؤهل للقيام بهذا الدور يقال أن بعض الأمم عليها أن تنتظر حتى يسير الله لها واحدا من أبنائها ليوحدها ولينهض بها ويقال أن الموحد المنتظر يحتاج إلى كارزمة ويحتاج إلى رؤية وإلى جسارة وأكاد أجزم أنه بيننا نريد الموحد المنتظر مؤمنا بالله وبعروبته رجل تستشف في أفكاره الوحدة تستشف الوحدوية في خطاباته تستشفها في خططه التنموية التي جعل الخليج جزءا من خطط التنموية لبلده تستشفها من مشاركاته في العمل الخليجي المشترك لسنا في باب استعراض كتاب الأمير لمؤلف الإيطالي ميكافيلي ففيه من الصفات التي أوردها لا نريدها في أميرنا المنتظر رغم تشابه حالات الإمارات الإيطالية في القرن السادس عشر مع حال دول الخليج حاليا تتشابه معنا في الغنى التي كانت فيه والتحديات التي مرت بها ولولا خروج الأمير في تلك الفترة بتحريض من المؤلف الإيطالي ميكافيلي لا تشظت وتفرقت إيطاليا لا نريد وحدة على شكلات الوحدات التي سقطت في الوحدة الخليجية المطلوبة لا نريدها وحدة شعارات كما كانت الوحدة السورية المصرية أو المصرية السودانية الليبية لا نريدها وحدة صدامية قصرية ولا قذافية صبيانية أو جاء بل وحدة على النسق والطبع والسنع الخليجي القائم على التراضي القائم على الالتزام بالعدب الجمب سواء كانت وحدة كاملة أو وحدة كنفدرالية الموحد الخليجي المنتظر يجب أن يكون فيه من القوة ما يصد بها المناوئين ففي صف المناوئين للوحدة الخليجية يقف الكثير من خارج الخليج وداخله فالخليج الموحد يهدد داخليا أصحاب المصالح السياسية الخليج الموحد يناوئ أو سيناوئ أصحاب المصالح التجارية أصحاب المصالح الطائفية والأديولوجية سيناوئ الوحدة الخليجية أتباع الأحزاب السياسية المؤدلجة العنزالية ضيقة الأفق والمناوئين من الخارج في تقديرنا هما مناوئين من جوارنا الإقليمي ومن العالم أجمع الوحدة الخليجية مطلوبة ولن يحققها في تقديري الاجتماعات أو الشعارات تحتاج إلى دافع على يد الرجل ونختم بأنه رحم الله حكامنا المؤسسين فقد وضعوا ما يسهل على الموحد القيام بعمله وحفظ الله حكامنا الحاليين وعجل بخروج الموحد المنتظر أنا مستعد لسمع تعليقاتكم واستفساراتكم ولكم مني سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة